انا عندي حاجة مهمة لازم اقولها لحضراتكم الحقيقة لانه احنا داخليين على فصل الشتاء وفي حاجات كده مش عايزة سميها اهمال هي في حقيقة الامر هي اهمال وبتؤدي الى كوارث لكن فرصة انه السور اللي اتبعتلي دي انا لازم اشاور عليها للمكان بتاعها ولازم نشاور للمسؤولين كلهم سواء محافظين سواء رؤساء احياء ارجوكوا مع دخول يعني هو في العادي ممنوع ما بالكوا بقى مع دخول شتاء ومع وجود امطار حد بعيتلي سور الحقيقة شكلها يخد بص حضراتكم ده بيقول لي ده كبل كهرباء في شارع اسمه شارع علي ردوان مقطوع وطبعا كل ما الدنيا بتمطر الكبل بيدرب ومحتاجين صوتنا يوصل وانا مش عارفة الحقيقة هنا انا اتكلم مين يعني هل اتكلم رؤساء الاحياء ارجوكوا يعني دي منطقة شعبية جماعة يعني انتوا بتكلموا في منطقة عن الشمس دي منطقة شعبية منطقة شعبية يعني انت بتكلم في بشر مبدور في الشوارع 24 ساعة ده فيه اطفال وفيه كبار وفيه وفيه ما ينفعش يبقى كابل كهرباء موجود بالمنظر ده ومكشوف بالشكل ده وفرصة من خلال الصورة دي ان احنا نقول لكل السادة رؤساء الاحياء ارجوكوا انزلوا تابعوا وشوف الشوارع وزارة الكهرباء لو المسألة دي تابعها الكابلات انا مش عارفة بالزبط يا تابع مين لكن ارجوكوا لازم ننتبه لانه الشتاء داخل الامطار بغد النظر برضو ان ده لا يليق حتى في الصيف ممنوع فما بالكوا بقى في الشتاء والناس بعد تالي بتشتكوا او بيشتكوا فارجو الاهتمام بهذا الامر لانه حقا خطير ونرجع نقول اصلي ما حدش قالينا ما حدش اشتكى بنقولاهم